بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي يتعلقنا طبعا بتصحيح ابتحال كفاءة المهنية طبعا ديداكتيك اللغة العربية حاولنا ان نجيب عن وضعية في كل فيديو اندر فيه وضعية حتى باش ما ياخدش واحد لغة كبير الفيديو بالتالي باش كل الفيديو في خمس دقائق ست دقائق نبدأ على بركة الله طبعا الوضعية الثانية التفوي التدريجي المسؤولة مبدأ من مبادئ تدريس اللغة العربية في سلط التعليم الابتدائي باعتماد هذا المبدأ اضع تخطيطا لمقطع تعليمي تعلمي للصوتي طبعا استثمر فيه مهارة الدمج الخاصة بتنمية الوعي الصوتي طبعا هنا نستعمل مهارة الدمج اذا سواء مهارة الدمج او الحادف او التعويض او غيرها طبعا نستعمل نفس الخطوات او نفس التخطيط سنرى بالنسبة قلنا اضع تخطيطا لمقطع تعليمي تعلمي هذا الصوت هذا استثمر فيه مهارات الدمج اذا اول حاجة الهدف ان يدبج المتعلم المقاطع الصوتية لقراءة الكلمات خصية طبعا الواساط قاروي طبعا نحضر الفئة عندنا نقسم فيه فئة متمكنة وفئة متوسطة وفئة متعترة انا دائما اشير الى هذه الخصوصيات اذا كل ايدي المتعلم الدول وكل اعتبدأ بالطريقة التهيئة اقوم بشرح المهارة يعني مهارة الدمج اوضح اهميتها في التمكم من قراءة الكلمات والجمل والنصوص سأعطي مثال الان ساقرأ المقاطع اوضح لهم هذه التهيئة الان ساقرأ المقاطع الصوتية ثم اقوم بدمجها وقراءة الكلمات وانتم تتابعون باصابعكم ثم نقرأ انا وانتم ونتابع باصابعنا ثم تقرؤون بصوت خافت حسب سرعة كل واحد منكم واخيرا سأعين احدا ليقرأ المقاطع والكلمات اذا هذا المرحلة هي التهيئة تليها النموذج اعطي نموذة متالا توضيحيا لكيفيات اداء المهارة القرائية متال الان ساقرأ وانتم تتابعون وتنستون نعم عدنا هنا المقطع مدار مدار دمجا قلام ثم عدنا الخطوة الثالثة هي الممارسة الموجهة الآن سنقرأ جميعا أنا وأنتم هذه القراءة الموجهة يقرأ الأستاذ والتلاميذ معا ثم الممارسة المستقلة طبعا يسلم الأستاذ زمام تعلم الداتي دون اتكال على الغير إلا إذا تطلب الأمر مساعدة أو توجيه أو توضيح يعني التدخل عند الضرورة مثلا ستقرؤون المقاطع والكلمات بصوت خافت حسب سرعات كل واحد منكم سأمر بين الصفوف لأسمع قراءاتكم وطبعا وأساعدكم أصحح بعض الأخطاء التي قد تقعون فيها من مراها الخامسة التطبيق وطالب أحد المتعلمين قراءة المقاطع والكلمات والتلاميذ يتابعون قراءته ويصححون أخطاءه يعني استحسن أن استعمل مقاطع أخرى وكلمات أخرى استحسن أن استعمل كلمات أخرى ومقاطع أخرى حال مثلا ساليما ثم أقرأها يعني دمج المقاطع ساليما أتمنى أن تكون قد مقاطع